أهلا بكم مشاهدين مجددا في مجاز لأهم الأخبار إراضية المحلية وأيضا العالمية السويسري مارسل كولر المدير الفني للأهل علاقة على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي النهاردة على السادة الملك فهد بمدينة الطاقة في السعودية قال المدير الفني للأهل أنهم سعداء بتواجد في السعودية وسعيد بأقمة المباراة فيها ولديهم جمهور كبير للأهل في السعودية وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة لكن هدفهم هو إسعاد الجماهير أكد أنه لم يفكر في عامل السن خلال التعاقد مع مودست لكنه بحث عن الأداء والعطاء من اللاعب في الملعب نادي امبي نجح في التعاقد مع زياد طارق لاعب الأهل المدة ثلاث سنوات قبل غلق باب القيد الصيفية نادي الاتحاد السكندري أعلن ضم عمر الوحش لاعب الإسماعيلي السابق في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لقرة القدم استعدادا للموسم الجديد ووقع الوحش على العقود انضمامه للاتحاد لمدة ثلاثة مواسمة المسؤولين في نادي فاركو نجحوا في قيد عمر وردة امبارح بعد اتمام الاتفاق معه للانضمام للفريق السكندري لموسم واحد فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية منتحب سيدات للكرة الطائرة الشاطئية خسر من منتخب سولفينيا بنتيجة أشواط اثنين الصفر في ثمن نهاء دورة الألعاب أو ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدية هيراكليون باليونانا منتخب مصر للكرة فتيات أو كرة السلة فتيات ثلاثة في ثلاثة شباب تحت واحد عشرين سنة وتحت ثلاثة وعشرين سنة وضع منافسات الدوري العالمي اللي بتلاعب في منغوليا وضع منتخب الشباب البطولة بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة ثمانية عشر اثني عشر وضع منتخب الفتيات بالخسارة أمام فرنسا أيضا بنتيجة ثمانية المصري مازن هشام فاز على حامل اللقب الإنجليزي محمد أشرباجي وبكده بيتأهل إلى نصف نهاية بطولة قطر كلاسيك للإسكواش ثلاثة اثنين حل النجم المصري محمود حسن تريزيجي المحترف بنادي ترابيزون التركي في المتبة الثالثة كأسرع لعبي العالم بسرعة سبعة وثلاثين وخمسة من عشر كيلو متر في الساعة خلف كايل ووكر مدافع منشستر سيتي صاحب الوصفة وكاليين إمبابي لاعب باريس سان جرمان صاحب المركز الأول بسرعة ثمانية وثلاثين كيلو متر في الساعة حل محمد صلاح في المركز الثاني عشر بسرعة ستة وثلاثين وستة من عشر كيلو متر في الساعة نادي منشستر سيتي الإنجليزي أعلن توقيع كايل ووكر لاعب الفريق عقدا جديدا مع الفريق حتى صيف عام 2026 بسميا لواصل مسيرة بدأت منذ صيف عام 2017